نيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة دشنا ساعدة الدكتور محمد مبارك بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة احتفال شهر البيئة تحت شعار لنعمل من أجل بيئة مستدامة ودشنا معرض الصور بعنوان صور للحياة الفطرية وذلك بحضور عدل من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين والمرعوين وذلك بفندق السفوتيل وفي بداية الحفل قام ساعدة الدكتور بن دينا بقص الشريط إيذانا بتدشين فعاليات شهر البيئة كما قام بجولة مع الحضور اطلع خلالها على معرض الصور الذي تضمن صورا قام بالارتقاطها عد من المصورين ومتطوعين هو من المهتمين بالطبيعة والحياة الفطرية والطيور في مملكة البحرين وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي للمجلس العالي للبيئة أن الحفاظ على البيئة في مملكة البحرين هي من أهم الأهداف التي يسعى إليها المجلس بتسخيرها بكافة السبل للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة ونقل الوعي البيئي والمحافظة على مواردها إلى الجميع عبر إقامة المؤتمرات وورش العمل وتقديم المسابقات للوصول إلى مستقبل أفضل في التنمية المستدامة وحماية صحة الإنسان وبيئته في مملكة البحرين الجدير بالذكر أن هذه الصور سيتم عرضها للجمهور في قاعة الفنون بهيئة الثقافة والأثار في الخامس عشر من مارس الجاري